السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أخواني وأخواتي وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخت أم مهند من اليمن تقول عندنا أناس معهم أشجار يحطبون منها ونحن ما عندنا مثل هذه الأشجار ولما نذهب عندهم لنشتري ما يرضو يبيعون هل يجوز لنا حطب من هذه الأشجار من دون ما يعرفوا أختي أم مهند من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لهذه الأشجار إن كانوا يملكونها في أرضهم وفي ملكهم لا يجوز لكم أن تعتدوا على أملاكهم وتأخذوا من أشجارهم وتحطبوا من أشجارهم أما إذا كانت الأشجار في أرض أرض لا يملكها أحد في الصحرى مثلا فنعم ولا يجوز لأحد أن يحتجر مثل هذه الأشجار ويقول هي لي دون الناس الناس شركاء في مثل هذا الأمر أما إذا قلت لا هم يملكون هذه أرضهم وهذه أشجارهم ما يجوز لك أن تأخذي وأن تحطبي من دون أن تستأذني منهم براءة من الأردن تقول زوجي ما يصلي وأنا والحمد لله وأولادي محافظين على الصلاة أدعو له وأطلب من أولادي أن يدعو له شخص كويس لكن تارك للصلاة أبعث له فيديوات عن ترك الصلاة بماذا تنصحني يا شيخ مع هذا الزوج براءة من الأردن بارك الله فيك والحمد لله الذي منع عليك بأولاد صالحين ولا شك بأن هذا الأب وللأسف الشديد يعني أمره محزن ومقلق ومؤلم أيضا فالأب هذا هو الرائع عن أسرته وهو الذي سيسأله الله عن زوجته وعن أولاده ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عن ما استرعه حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته سبحان الله العظيم كيف الصورة انقلبت عند هذا الإنسان زوجته وأولاده من أهل الصلاة والعبادة وهو تارك للصلاة فيا أخت الفاضلة حرصي على دعوته واستمري معه في قضية الوعظ والتذكير ما بين فترة وأخرى وكوني حكيمة في اختيار الزمان والمكان والحال التي تدخلين فيه على زوجك من حيث تذكيره بأمور الصلاة التي أعظم ركم من أركان الإسلام بعد الشهادتين وتكثر من الدعاء وأيضا تخبرين أولادك بأن يدعو لوالدهم وحاول قدر مستطاع أن تكون جادة في حياتك معه ممكن تتمنعين عنه إذا طلبك مثلا للفراش حتى حتى لعله يتأدب لعله يتذكر لعله يتعظ وإذا استمر في ترك الصلاة فأنت الأمر راجع إليك في قضية البقاء معه أو عدم البقاء لكن انتبهي ترك الصلاة مسألة خطيرة في الإسلام ولذلك انصحيه وذكريه وعظيه وادعي له الأولاد يدعو له ذكريه بأحوال الناس كيف أن الموت يخطف الصغير والكبير وما يفرق فهو يستعد للقاء ربه أسأل الله تعالى أن يمنى عليه بالعفو والعافية أبو حمزة من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول حديث إذا رأاهم اجتمعوا عجل وإذا رأاهم أبطوا أخروا هذا خاص بصلاة العشاء فقط أو كل الأوقات من حيث مراعاة حال المؤمومين أبو حمزة بارك الله فيك من ليبيا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الصحابة اجتمعوا صلى وبادر إلى الصلاة وإذا رأىهم تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام ويظهر والله أعلم أن هذا كان في صلاة العشاء على وجه التحديد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخير صلاة العشاء لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا في بقية الصلوات إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في صلاة الظهر في وقت الحر يعني أرشد إلى التبريد قال أبرد بالضهر فإن شدة الحر من فيح جهنم بقية الصلوات كان يصليها على الوقت صلى الله عليه وسلم وأما صلاة العشاء فكان يؤخرها ويحب تأخيرها عليه الصلاة والسلام أبو صالح من السعودية يسأل عن الإقعاء يقول ما حكمه في الصلاة ومتى يعمل به أبو صالح من السعودية بارك الله فيك بالنسبة للإقعاء مكروه مكروه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإقعاء في الصلاة وصورة الإقعاء في الصلاة الصحيحة لأن الحقيقة اختلف العلماء في صورة الإقعاء هي أن يجلس على إليتيه ويرفع ركبتيه هذا الذي كإقعاء الكلب أكرمكم الله نبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالبهائم في الصلاة في كثير من الأحوال منها إقعاء كإقعاء الكلب وهو أن يرفع ساقيه مع ركبتيه وأن يجلس على إليتيه وأن يجلس على إليه هذا هو الإقعاء لكن لعلك تسأل أنت الجلوس على عقبي القدمين هذا قال ابن عباس هذا هو السنة اللي هو بين السجدتين لما ترفع من السجدة الأولى تجلس على عقبي قدمك قال ابن عباس هذا من السنة هذا من السنة هذا مشروع أما الأول فممنوع أبو إسلام من ليبيا يقول أعاني من صلع نتيجة لتعرضي لعمليات جراحية حاولت العلاج لكن لما أتحصل على نتيجة وأريد زراعة الشعر هل يجوز؟ أبو إسلام من ليبيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك بالنسبة لك كونك تعرضت للصلع بسبب عمليات جراحية وترى بأنك تشوهت في هذه المسألة وتضرب زراعة الشعر نعم يجوز لك أن تزرع الشعر الزراعة الدائمة بحيث أنه فعلا تكون زراعة للشعر دائمة وهي إعادة العضو إلى ما كان عليه والعلماء يقولون يجوز عمليات التجميل هذه إذا كانت بإعادة العضو الذي تعيب أو حصل له ضرر مثلا يجوز يستدلون بقصة الأعمى والأبرص والأقرع لما جاءهم الملك فمسح على رأس الأقرع فعاد شعره كما كان عاد شعره كما كان وهذه قاعدة كل عضو تعيب أو حصل له ضرر يجوز عمليات التجميل بخصوصه يوسف درامي من قامبيا يقول هل يشرع لمن رأى في المنام أنه يتصدق بالطعام أو رأى شيئا مثلا الفلوس وغيرها من الأشياء أن يخرج هذا الشيء صدق لأن يقول الكثير يفعلون هذا يوسف درامي من قامبيا بارك الله فيك بالنسبة للرؤى التي يراها الإنسان في منامه ما يترتب عليها حكم شرعي في الواقع بمعنى إذا رأيت أنك تتصدق في المنام هذا لا يعني أنك تقوم تتصدق في اليقظة اعتقادا بأن المنام يدعوك إلى هذا أو رأيت مثلا يعني أشياء مثلا طعام أو شيء من هذا القبيل ما يترتب على المنامات أحكام بارك الله فيك لكن قد تكون تذكير يعني قد ترى في المنام شيئا يذكرك بالعمل الصالح فتعمل عملا صالحا أما إذا ذكرك بعمل فيه بدعة أو فيه شرع فلا يجوز لك أن تقدم علي أبو علي من السعودية يقول أنا زوجت بنتي مهر خمسين ألف أو أكثر واشترت أن يكتب في صك عقد الزواج المهر عشرين بعد موافقة الزوج ما الحكم في ذلك أبو علي من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في ابنتك وفي زوجها السؤال لماذا لماذا أنت طلبت خمسين ألف وقلت اكتبوا عشرين ألف هل مثلا أنت سامحني أقول هذه الكلام خجلان من الناس يقول والله أبو علي طلب مبلغ كبير مثلا يعني تقول والله أنا ما أحب الناس يقول أبو علي طلب مبلغ كبير خلوا عشرين ألف مثلا هل يعني هناك أمر آخر أنا ما أدري يعني هذا أعتقد بأنه تزوير وغش ولا يجوز لا يجوز الإنسان يكون صادق الإنسان يكون صادق أن طلبت خمسين يسجل خمسين لنوقع هذا المبلغ لا أقدم إن شاء الله الفعل بعيد لو حصل خلاف بين ابنتك وزوجها ومثلا حصل خلع ولا شي مثلا كيف تكون المطالبات مطالبات بناء على المهر الموجود في العقد المهر الموجود في العقد لكن عموما هذا ما يصرح ودائما الصدق من جاه الصدق خير الصدق يهدي إلى البر ولذلك لا يجوز إنسان أن يكذب يحط في العقد مبلغه على خلاف الواقع على خلاف الواقع خمسين تكتب خمسين بارك الله فيك فرح من فلسطين تقول يعني مرت بي فترة من الفترات ضعفت لدرجة أني أدمنت على الإباحي والحمد لله تبت إلى الله ما تركت الصلاة لما كنت أصلي كنت أحس أنه ينزل مذي وما كنت أقدر يعني أمنعه يعني إلى آخر ما ذكرته هذا تقول من سنة هل أعيد جميع صلواتي فرح من فلسطين بارك الله فيك والحمد لله الذي منع عليك بالتوبة والإنابة وترك هذا الطريق السيء والقبيح ولا شك بأن الإنسان ينبغي له أن يعيش حياة نظيفة حياة بعيدة عن المحرمات وعن الأشياء هذه التي تلوث النفس الطاهرة والقلب النقي فالحمد لله الذي سلمك وبالنسبة للفترات التي تمر في الإنسان فترات الضعف مثلا والفتور هذه طبيعية لكن غير الطبيعي أن يستسلم الإنسان للفتور وأن يستسلم الإنسان لهذا الضعف هذا هو غير الطبيعي فلذلك الحمد لله الذي منع عليك مسألة يعني النزول المذي هل مثلا هذا كان وأنت متطاهرة مثلا يعني مثلا أنت هل تعتقدين بأن المذي يوجب الغسل أم يوجب الوضوء لا يوجب الوضوء إذا كنت تعتقدين بأنه يوجب الغسل لا أخطأتي يوجب الوضوء هل أنت هذه الفترة كنت تتوضعين مثلا إذا كنت تتوضعين وتغسلين المحل الحمد لله صلاتك صحيح لأن هذا ليس مثل الجنابة هذا المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل فلذلك ما عليك شيء إذا كنت بمثل هذه الصورة تقول لا كان ينزل علي وأصلي من دون وضوء لا صلاتك غير صحيح فتحتاجين أن تعيد هذه الصلوات بارك الله فيك خديجة خميس من ليبيا تقول أمي مرضت في شهر رمضان الذي فات أجتها جلطة عليها 13 يوم ما صامت والآن يعني ما تقدر أن تصوم هل تطعم هذه الأيام خديجة من ليبيا شف الله الوالد وعافاها وكتب الله أجرها إذا كان الوالدة الآن وصلت إلى مرحلة خلاص ما تستطيع الصيام نعم تنتقل إلى الإطعام إذا كانت الوالدة خلاص الآن الجلطة سببت لها عجز كامل عن الصيام تنتقل إلى الإطعام تطعم عن كل يوم مسكينا بارك الله فيك أبو كريم من دبي يسأل يقول عند القيام من الركوع أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا هل يجوز وإلا يجب أقول ربنا ولك الحمد يا أبا كريم يبارك الله فيك بالنسبة للسنة في الركوع إذا رفعت الهدي النبوي أن تقول سمع الله لمن حمده ثم تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد هذه أربع الفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد فهو مستحب ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد واجب وما زاد فهو سنة بارك الله فيك يا أبا كريم عائشة من الإمارات تقول أنا بعد ما اغتسلت من الجناب ولما انتهيت من الغسل تفحصت مكان الأذى فوجدت شيء بسيط من المني ملتفت عليه وصليت الصبح ونمت ولما صحيت وجدت شيء بسيط من المني ثانيا هل يجب عليه الغسل مرة أخرى أم لا اخت عائشة من الشارقة أو عفوا من الإمارات بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا اغتسل من الجنابة ثم نزل شيء من المني بعد الغسل فهذا لا ينقض الغسل ولا يبطل الغسل وإنما فيه الوضوء فيه الوضوء تتوضئين بارك الله فيك وأما الغسل فعلى مكانه الغسل صحيح وما يخرج بعد ذلك هذا ينقض الوضوء ولا يبطل الغسل بارك الله فيك أبو محمد من السعودية الجبيل يقول تزوجت قريبا وزوجتي للأسف الشديد من البداية تطرب الطلاق بلا سبب من أول أسبوع تصرخ تسب وتلعني وتضربني في منتصف الليل وأرادت مني أخذها لأهلها وكانوا في دولة أخرى ما تعطيني أغلب حقوق الزوجية إلا وقت ما تريد تعتدي علي كثيرا بلغت عليها بلغت علي الشرطة كيدا وكذبا والآن رافع الطلب فسخ نكاح في المحكمة وهي ناشز في بيت أهلها أكثر من شهرين وغيرها الأذية الكثيرة منها ومن أهلها ما أعطائي لكامل حقوقها وزيادة عليها سؤالي هل أعد أو أعدوا مظلوما ويحق لي شرعا أن أدعو عليها وأرفض تطريقها إلا بشرق إعادتها للمهر كاملا مع العلم أنه كبير القيمة وتم دفعه كامل وتم الدخول عليها لأنني أريد أن أعف نفسي وأتزوج بامرأة صالحا أبو محمد من السعودية الجبيل بارك الله فيك أخي الفاضل طبعا بالنسبة لما ذكرت من الحالة هذه هذه حالة خصومة والقاضي هو الذي ينظر فيها لكن من حيث الوضع والوصف الذي ذكرت لا شك بأن بأنك مظلوم مثل ما قلت لك القضاء تتقاضي عند القاضي القاضي يكشف الواقع يعني هل هل هي تذكر سبب أم لا لكن الفتوى هذا ظلم العياذ بالله بالنسبة لك نسأل الله العافية والسلامة ولذلك الاعتداء والضرب منها تجاهك وتصرخ وتسب وكذا حيث لا يجوز ولك الحق الكامل في أن تمتنع عن تطليقها حتى هي تطلب الخلع مدام أنك متضرر دفعت مبالك كبيرة وتحملتها وأيضا أساءت إليك وآذتك إذاء شديد وبلغت عنك الشرطة وثبت أنها شكاوى كيدية أنت واضح بأنك مظلوم لكن عموما أخي الفاضل أنت ترفض أن تطلق وتطلب منها أن تلجأ إلى القاضي القاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة ويحكم فيها ولك الحق الكامل بأن تسترج جميعا ما دفعته إذا كانت هي لا ترغب البقاء معك الأخت أمت الله من الإمارات العين تقول ابن بنت زوجي سلم علي وضبني وقبلني على رأسي وكنت متوضي هل ينتقض الوضوء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لي الوضوء لا ينتقض أنت سألت عن الوضوء يعني هذا الشاب سلم عليك وقبلك على رأسك تسألين هل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب لا لا ينتقض الوضوء أمت الله من ليبيا بارك الله فيها تقول عندي مبلغ من المال من سنوات كنت كل سنة أزكي وهذا المبلغ في نية أن أجعله سقيا ماء لكن إلى الآن لم تسمح الفرصة وإذا احتجت أخذت منه فإذا أوقفته وأخذت منه لحاجة أيضا ولم أرجعه فهل علي فهل فعل هذا جائز أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك أنت عندك مبلغ من المال في نيتك أن تجعلينه وقف سقيا ماء لكن ما فعلت لأن الوقف لابد أن يكون منجزا ويكون بالقول تقولين وأوقفت هذا المال لسقيا الماء وأنت ما فعلت هذا الشيء ما فعلت ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك لابد أن يكون منجز الوقف فأنت إذا أردت فعلا الوقف وأوقفه من الآن تقولين والله أنا أحتاج إليه ما دمت أنك تحتاج لماذا توقفي يعني ما دام أن هذا المبلغ أنت بحاجة إليه مضطرة إليه يعني لو أوقفت هذا المبلغ أصبحت يعني تتكففين الناس وتسألين الناس ما في داعي وقد عاثاك الله عز وجل والوقف سنة وليس بفريضة تقولي لا أنا عندي قدرة قواك الله أوقفي هذا ولا تترددين ما دام عندك أموال أخرى تستطيعين العيش يعني بها فأوقفي هذا وأستعملي بقية أموالك تقولين ممكن أوقف على نفسي الراجح من قول أهل العلم جواز الوقف على النفس بمعنى توقفين عين عقارية ولا شيء تقولين هذه علي وقف علي مدة حياتي مثلا أو مدة عشر سنين أو مدة عشرين سنة ثم ينتقل إلى الوقف الخيري العام يجوز هذا بارك الله فيك أمت الله من اليمن تسأل تقول أم زوجي يعني تشكيني للناس شوهت سمعتي اتهمتني بتهم كثيرة بالباطل اتهمتني أني عامل السحر لولدها وأني أسرق من فلوس ابنها اللي هو زوجي تتصل لجارتي تقول أشياء كثيرة وجارتي توصل لي يشتغول علي أنا يا شيخ متعبة جدا إلى آخر ما ذكرت تقول حتى أنها تدعي علي أن ربي يحرق قلبي بولدي وأنه كان معي ولد وجبت ولد ومات والآن تدعي علي أن ربي يحرق قلبي بولدي الآخر مثل ما حرق قلبي بالأول لأني أنا حامل وأحيانا أدعي ربي أخذ لي بحقي منها وأحيانا أبغى أدعي ما أقدر مش عارف وأنا مقهورة ويعلم الله كيف حالتي أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك لا شك بأن الظلم أقبح الذنوب وأعظم الآثام والله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد ويقول تعالى في الحديث القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا نبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الظلم ظلمات يوم القيامة وبالنسبة لهذه المرأة إذا كنت فعلا أنت بريئة وكل ما تدعيه عليك كذب فهي في واقع الأمر يعني واقعة في ذنب عظيم وفي كبائر وليس كبيرة واحدة يعني مسألة قذف الأعراض تشويه السمعة الكذب عليك يعني ادعاء بأنك سرقت ولدها ادعاء بأنك سحرت هذا كلام عظيم والعياذ بالله ولا يعني لا بد أن تعلم هذه المرأة بأن الله تعالى يمهل ولا يهمل وأن الله تعالى يمهل عباده خاصة هؤلاء الذين يعني يظلمون حتى يستعتبوا ويتوبوا ويرجعوا إلى ربهم عز وجل ولا يعتقدون بأنهم على حق إذا الله عز وجل ما أنزل بأسه وعقوبته عليهم لا هذا هذا رحم من الله حتى يتوبوا ويعودوا وإذا استمرت في هذا الطريق فهي في شر حال في شر حال نسأل الله العافية والسلام وهذا يدل على أن هذه المرأة فيها قسوة نعوذ بالله كيف تدعو على ابن ابنها بالموت علشان ما تحب زوجته تدعي عليه وتدعو على الابن الآخر نسأل الله العافية فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك قولي الحمد لله الذي يعني جعلك مظلومة ولم يجعلك ظالمة ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والله عز وجل يعني يرسل ملائكة يعينونك ويساعدونك ويكونون لك عون وهذه المرأة لا بد أن تعلم بأن إذا ما تابت إلى الله وأنابت إليه سيأتيها بأس الله وغضب الله سبحانه وتعالى ويسلط الله عز وجل عليها نقمته لأن الظلم هذا من أقبح الذنوب الله تعالى لا يرضى بالظلم لا يرضى بالظلم وعليها أن تتوب وأن تستغفر وعلى جارتك أيضا أن تذكرها بالله وتقول لها اسمحي لي لا تنقل لي أخبار سيئة بمثل هذه الطريقة وقولي لها هذا الكلام هي هي هذه جارتك تقول لوالدة زوجك هذا الكلام خطير وتقول لها أنا سأت سأتكلم مع زوجة ابنك لأتحقق هنا تظهر الحقيق تقول لها أنا أنت تنقل لي كلام وهذه نميمة والنمام لا يدخل الجنة النمام لا يدخل الجنة وسأذهب إلى زوجة ابنك وسأقول لهذا الكلام وأتأكد هل هذا صحيح أم لا هنا تظهر الحقيق وتنكشف هذه المرأة نص الله تعالى أن يهديها الأخت أمة الله من أفون أم عمر أم عمر من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول زوجي طلقني عبر رسالة بالجوال وبعد فترة رجعوا طلبي رجعني لكن أنا لما طلقني كرهته وقلت في نفسي ما برجع له لأنه ما كان في يعني سبب يستاهل أنه ينطق بالطلاق وما حسب كم دورة ما حسبت كم دورة أجت ولا مدة الأشهر الثلاثة يمكن من الصدمة ما ركزت على هذه الأمور ولما طلب يرجعني كلمت أنه يمكن تكون هذه مرة الأشهر الثلاثة قال لا هو فكر أنه لسه لسه في وقت ورجعني برسالة للجوال فقط هل رجعتي صحيحة إلى آخر ما ذكرت أختي أم عمر من اليمن بارك الله فيك أولا بالنسبة لعدة المرأة ليست ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر للمرأة الآيسة اللي ما تحيض عدة ثلاثة أشهر أما اللي تحيض عدة ثلاثة حيض ثلاث قرؤ يعني حيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ بالنسبة لك إذا فعلا خرجت إذا حطت الحيضة الثالثة بعد الطلاق يعني يعني طلقك ثم استقبلت حيضة هذه الأولى ثم حيضة ثم حيضة إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت كونك تقولين والله أنا ما أدري من الصدمة وهو أكد بأن أنت منتهيت من العدة وأن تشاك فتكون الرجعة صحيحة بإذن الله تكون الرجعة صحيحة بارك الله فيك أم محمد من الإمارات تقول يا شيخ أنا أصلي على الكرسي بسبب الدسك بالظهر ومشاكل بالركبة ولما أريد السجود عند الصلاة هل يجوز أسجد على طاولة أمامي وأنا جالس على الكرسي يعني السجود الجبهة على الطاولة أختي أم محمد من الإمارات بارك الله فيك بالنسبة لك إذا كنت لا تستطعين القيام في الصلاة وإنما تصلين جالس على الكرسي فتصلين بالإيماء وما في داعي أنك تضعين كرسي أو طاولة أو مخدة هذا كله لا أصل له وإنما تقولين هكذا الله أكبر هذا الركوع سمع الله لمن حمينه الله أكبر أخفض من الركوع حتى يتميز هذا السجود بس لا تضعين طاولة ولا تضعين مخدة ولا أي شيء من هذا القبيل بارك الله فيك أم زينة من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول هل هناك علامات لاستجابة دعوة الاستخارة مثلا أشعر بالطمأنينة مثلا هناك علامة شيء من هذا القبيل أختي أم زينة من فرنسا بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا أراد شيئا واستخار له أن يمضي مباشرة إلى هذا العمل وأن لا ينتظر مناما ولا انشراح صدر ولا حصول شيء أبدا لكن إن حصل الحمد لله يعني مثلا شخص الآن استخار لأمر معين ثم قدر الله ينام فرأى رؤية صالحة يستبشر لعلى هذا باب التيسير لكن هل يلزم الجواب لا يعني يرى استخار فانشرح صدره ورأى فيه يعني أشياء تيسرت هذا نعمة هذا الدليل على أن الاستخار آتت يعني أكلها فطيب بارك الله فيك لكن هل هو جرد الجواب لا الأخت أم أويس من فرنسا بارك الله فيها تقول لدي حساب بنكي مجاني في حال إذا استخدمت البطاقة مرة في الشهر على الأقل أما إذا لم أستخدمها في الشهر ولو مرة يقومون بأخ تسعة أورو كرسوم للبطاقة حيث إذا أردت أن تبقى مجانية فعلي استخدامه كما سبق وأخبرتكم عنها فهل المال الذي يأخذونه يعد ربا أختي أم أويس من فرنسا بارك الله فيك هذه اختلف باختلاف نوعية البطاقة فهل البطاقة في أصلها ربوية أم لا يعني أنت تسألين عن شيء هو أثر هو نسأل في البداية هل هي البطاقة ربوية أم لا من حيث الأصل الله أعلم أنت ما ذكرتي لكن عموما بالنسبة للبطاقة التي يأخذ عليها رسوم فيما بعد البطاقة التي يأخذ عليها رسوم هذه رسوم إدارية رسوم إدارية لكن بشرط أن تكون معقولة يعني معقولة أمام الخدمة التي يقدمها المصرف مثلا تكون معقولة أما قضية رسوم مرتفعة جدا لا تتناسب مع يعني الخدمة المقدمة فهذا يعد من الربا يعد من الربا بارك الله فيك تهاني من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول إذا عطست أثناء الصلاة ممكن أقول الحمد لله رب العالمين أختي تهاني من اليمن بارك الله فيك الجواب نعم بالنسبة لمن عطس في الصلاة يقول الحمد لله يقول الحمد لله لأن الحمد لله هذه هي من أذكار الصلاة وأيضا ورد فيها حديث أن رجلا عطس فحمد الله فأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في هذا يعني معروف وطويل لكن عموم من المصلي إذا عطس يجوز له أن يقول الحمد لله أبو سالم من العين بارك الله فيه يقول أنا أصلي صلاة الضحى بعد الشروق بعشر دقائق ثم أذهب إلى الدوام هل صلاتي صحيحة أبو سالم بارك الله فيك الجواب نعم لكن أنصحك بأن تزيد شوي دقيقتين ثلاثة لأن تعرف الشمس لما تطلع هذا يسمى وقت نهي حتى ترتفع قيدة رمح والعلماء يقدرون بربع ساعة بثلاث عشر دقيقة ثلاث عشر دقيقة بهذه الحدود فأنت بارك الله فيك حاول أنك تمد إلى إلى ثلاث عشر دقيقة ثلاث عشر دقيقة إلى ربع ساعة إلى ربع ساعة وتصلي صلاة الضحى في هذا الوقت بارك الله فيك أم سيف من الإمارات تقول نحن إخوة ولدان وبنت ووالدتي على قيد الحياة لديها ذهب تركته لدي أنا لأنه مصاب بالزهايمر وابنة أخي تطالب الذهب وتتصرف بأموالها فألاحق في ذلك علما أن الذهب أمي اشترته من مالها الخاص أم سيف من الإمارات بارك الله فيك وشف الله الوالد وعافاها وكتب الله أجرها بالنسبة لهذا الذهب يبقى أمان عندك لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه والآن يعتدي عليه حتى يأذن الله عز وجل وإذا انتقلت الوالدة إلى الدار الآخرة أصبح تركة للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وبالنسبة لابنة أخيكي لا يجوز لها أن تعتدي على مال جدتها لا ذهبها ولا أموالها الأخرى ويحرم عليها أن تتدخل فيما لا يعنيها لأنها بهذا ستتسبب في قطيعة رحم وستتسبب في إثارة فتنة فعلي أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تمتنع أن تتدخل في شيء لا يعنيها كون الذهب عندك هذه أمانة وأنت أحق أولادها بحفظ هذا الذهب أمانة أما ابنتي أخيكي لا يجوز لها أن تسأل ولا أن تتصرف ولا أن تمد يدها حتى لا تكون والعياذ بالله مصدر شر وفتنة للرحم للإخو والأخوات لأن للأسف الشديد يوجد بعض الأولاد يتدخلون في خصوصيات أعمامهم وعماتهم وربما أفسدوا وقطعوا الوصل والرحم هؤلاء آثمون نسأل الله ويفتحون باب فتنة فأنت يا أخوة الفاضل هذا الذهب أخبر إخوانك بأن الوالد عندها ذهب هذا الذهب محفوظ لدي وزنه كذا نوعه كذا عيار كذا مثلا وإذا الله عز وجل أخذ آمانته اللي بوفاة الوالدة ستقتسمون هذه التركة وتخبرين إخوانك بأن يمنعوا أولادهم من أن يتدخلوا فيما لا يعنيه ممنوع يتدخلوا فيما لا يعنيه بارك الله فيك أبو بدر من الكويت يقول عندنا مؤذن المسجد يوزع دعوة العرس عرس أخوه داخل المسجد وهذه الدعوات يضعها فوق صناديق المصاعف سألت إمام المسجد يقول هذه دعوة للفرح ويقول بأنها عادة هل يجوز؟ أخي أبو بدر بارك الله فيك يعني أولا المساجد ما بنيت لهذا المساجد ما بنيت لهذا ولذلك يجب ابقى الهيبة للمسجد المسجد لو هيبة يجب أن تبقى الهيبة له وإذا كان المؤذن يبدأ يوزع كروت الدعوة دعوة عرس أخيه هذا سيفتح باب وسيقوم كل من في المسجد أيضا يفعل نفس الفعل يجيب كروت الدعوة ويوزعها على الجماعة ويحطها على رفوف المصاحف وهذا غلط هذا غلط هذا سيجر إلى إشكالات وسيجر إلى يعني إسقاط هيبة المسجد من حيث الأصل مباح من حيث الأصل مباح ما نقول بأنه محرم لكن هذا يفتح باب شر غدل ممكن واحد عنده حفلات غير العرس يقوم يدعو الناس لأنه يشوف الإمام والمؤذن اللي هم قدوة يفعلون هذا الفعل لكن لو قال الجماعة المسجد بعد مثلا ما انتهى من الصلاة يعني جماعة المسجد مثلا ربعه جماعته يقول ترى ارسخواي بكرة ارسخواي الأسبوع الجاي لا تخلونا مثلا تفضلوا عندنا شرفونا مثلا يجوز أما يجي يوزع كروت أنا أرى بأنه لا يفعل هذا لا لأنه محرم من أصله لا ولكن لما يقول إليه الأمر يعني من فتح باب أنتم في غنى عنه من فتح باب أنتم في غنى عنه بارك الله فيك حسنية من ليبيا تقول ما علاج الوسواس خاصة في أثناء الوضوء والصلاة مع العلم أني محافظة جدا على صلاتي حسنية من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لي وسواس الوضوء والصلاة هذا من أخطر الوساوس وانتبهي أن يستمر معك هذا الوسواس لأن هذا من الشيطان ولذلك أولا تبنين أمورك على اليقين لا على الشك للقاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك الأمر الثاني في الصلاة إذا جاءك الوسواس تلتفتين عن يسارك بهذه الطريقة وتتفلين ثلاث مرات تتفلين ثلاث مرات ثم تستعيدين بالله تعالى من الشيطان الرجيم المسألة الثالثة معصية الشيطان كيف معصية الشيطان أني أعاند الشيطان إذا توضأت وانتهيت ثم قال لك الشيطان بقي شيء ما غسلتي يقول اخسع عدو الله في نفسك طبعا اخسع عدو الله وتذهبين إلى الصلاة إذا جاءك في الصلاة وخيل لك بأن وضوءك انتقض لا تنصر فيه واستمر في صلاتك هذا معصية للشيطان وعدم طاعة للشيطان وهذا أكبر من أكبر الأسباب التي تقضي على الوسوسة بإذن الله الأخ عبد الله من الجزائر بارك الله فيه يقول عندنا يعني يوم الجمعة قبل الخطبة الإمام يلقي درس ويأتي بقارئ يقرأ القرآن على المصلين ويستعمل مسجل فيه قرآن ويكون الصوت مرتفع بحيث يسمعه من في الداخل داخل المسجد وخارج المسجد وهو يقول بأن هذا العمل سنة حسنة عبد الله من الجزائر بارك الله فيك بالنسبة لهذا الإمام من أين له بأن هذه سنة حسنة من أين له الذي نحفظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق قبل صلاة الجمعة والتحليق هو جعل حلق للقرآن أو للعلم قبل صلاة الجمعة فكيف الآن تكون سنة حسنة كيف تكون سنة حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إلقاء الدروس والتحليق قبل صلاة الجمعة والجمعة يكفي فيها خطبة واحدة خطبة الإمام الذي يقوم فيخطب خطبتين يجلس بينهما تكفي هذه ووضع دروس قبل الصلاة الجمعة هذا مما ورد النهي عنه مما ورد النهي عنه كذلك إلزام المصلين بسماع القرآن من قارئ واحد وتفويت الأجر عليهم وين السنة الحسنة كذلك تشغيل مسجل يرفع فيه الصوت عاليا هل هذه سنة حسنة هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هل فعلها الصحابة الكرام هل قال بها الأئمة المتبوعين ما قال بأحد على هذا الإمام أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يترك مثل هذا الأمر وأن يدعو الناس كل إنسان يقرأ القرآن لوحده ولا تلزمونهم بأن يسمعوا لقارئ واحد ولا تلزمونهم بأن يسمعوا لمسجل هم أتوا مبكرين إلى صلاة الجمعة ليصلوا وليقرأوا القرآن وليذكروا الله وليتعبدوا الله عز وجل لا تلزمونهم وتقيدونهم وتحبسونهم على مسجل أو تلزمونهم بسماع الدرس قبل الجمعة سبحان الله هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلقي درس أو بيان قبل صلاة الجمعة ما هذه دواوين السنة بين أيدينا ما ثبت أبدا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته مباشرة إلى المنبر من بيته إلى المنبر مباشرة عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين الأربعة يدخلون مباشرة إلى المنبر ما كانوا يجلسون عند الناس قبل الجمعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق يوم الجمعة القاء الدروس يوم الجمعة وكون الشخص يقول والله إنا وجدنا آباءنا ومشايخنا كذلك يفعلون هذا لا ينفعه عند الله عز وجل الذي ينفعه عند الله ماذا أجبتم المرسلين ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما قضية والله آبائي وأجدادي ومشايخي على العين والرأس لكن أين الدليل هل كانوا يفعلون هذا بدليل ولا بهوى ولا بذوق ولا باستحسان مثلا عليهم أن يتق الله ولا يجوز للإنسان وقد منى الله جل وعلا على الناس بالعلم وانتشار السنة ولله الحمد وانتشار الهدي النبوي من خلال هذه الكتب التي برزت بشكل واضح خلال هذه البرامج الحمد لله أن الناس والله يقولون لها ما دام آبائنا وأجدادنا على هذا المسلك ما نغيره سبحان الله العظيم اتقوا الله سيسألكم الله عز وجل عن هذا ولذلك التعصب لا يكون إلا لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فانصح هذا الإمام برفقه بليل وبحكمة أيضا باختيار الزمان والمكان وقل له نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى آثار الصحابة الذين هم أدرى الناس بمراد النبي بمقصود النبي وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام عيسى من ليبيا بارك الله فيه يقول عندي أب لا يصلي نصحته مرارا لا يستجيب لي ويقول أنه من مات فقد مات وليس هناك بعث وكيف أتعامل معه وأناسكن معه وليس عندي مكان أذهب إليه ولا أملك المال ولم أتزوج بعد عيسى من ليبيا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يهدي والدك يعني ذكرني أباك بقول الجاهلي من مات فات بقول أهل الجاهلية من مات فقد فات وهذه عقيدة جاهلية ومن لم يؤمن بالبعث بعد الموت فهو غير مسلم هو خارج عن الإسلام من لم يؤمن بالبعث بعد الموت ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر نسأل الله تعالى أن يهدي أباك ومن على شاكلته الله عز وجل خلق الخلق في هذه الدنيا لغاية وهي عبادة الله عز وجل ولذلك يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والله عز وجل جعل هذه الدنيا يعني قصيرة وأيامها قليلة بالنسبة للدار الأبتية السرمدية للدار الآخرة ولذلك من أصول الإيمان الإيمان بالبعث بعد الموت الذين يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون باليوم الآخر اليوم الآخر ويوم القيامة وأن الناس يبعثون من قبورهم إلى رب العالمين حفاة عرات غرلا بهمة من الله تعالى وحاسم وليس في تلك الدار من دار إلا الجنة أو النار فابق في بيت والدك ما دام ما عندك القدرة على الاستقلال وانصح والدك ما بين فترة وأخرى ممكن أن تجلب له أحد طلبة العلم المتمكنين مثلا يناقشه ويحاوره وهو لو أعمل عقله فقط مع أن عندنا نصوص في القرآن والسنة لو أعمل عقله فقط لاهتدى هل يعقل أن الله تعالى خلق الإنسان وفي هذه الأطوار يتنقل من طور إلى طور ثم إلى الدنيا ثم هذه الدنيا يعيش فيها فترة من الزمن ثم خلق ليموت وينتهي خلاص هل هذا يعقل؟ ما يعقل هذا بالعقل كيف النصوص القرآن والسنة يعني ناطقة بوجوب الإيمان باليوم الآخر ولذلك والدك على خطر أسأل الله تعالى أن يمنع عليه بالتوبة قبل الموت فأنت انصحه وذكره وعضه وابقى في المنزل ادعو له في صلاتك وخارج صلاتك بيّن له بخطورة هذا الأمر وهذه سبحان الله تذكرني بمقولة بعض العلماء أن المعاصي والعياذ بالله يجر بعضها بعض والسيئة تقول أختي أختي ترك الصلاة وأصر على تركها فتولد من هذا والعياذ بالله انكار البعث بعد الموت نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام لكن بالنسبة لك مثل ما نصحتك ابقى في بيت والدك وعضه وذكره ما بين فترة وأخرى وانصحه تلطف معه مثل ما تلطف إبراهيم مع أبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك الصراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي يا أبتي يا أبتي حاول أن تتلطف معه وأن تدعو له وما تدري لعلك تصبح صباحا تجد والدك قد اقتنع ولله الحمد فتفرح فرحا عظيما أم عمران من أمريكا بارك الله فيها تقول يا شيخ مرت أخوي عفوا مرت أخو زوجي خاصمتني من دون سبب وأنا في أمريكا وهي في اليمن لما أسافر أقول أنا يعني تجي بشوفها وتشوفني تقول ترفض لا في الفندق ولا في البيت مقاط أتني هل علي ذنب لأنني أنا ما أذكر أني زعلتها في يوم من الأيام أم عمران من أمريكا بارك الله فيك تقولين بأن يظهر أصلك من اليمن وأن مرت أخو زوجك خاصمتك وما تعرفين السبب الأمر يسير جدا الأمر يسير جدا حاولي أن تطربي أن تجلسي معها جلسة صفائية حبية هادئة تقولي لها أنا ما أدريش السبب أنت بخاصمتني إذا رجعت إلى اليمن ما تأتين سلمين علي لا في الفندق ولا في البيت ولا في أي مكان أطلب مقابلتك ترفضين ما هو السبب لأنك قد تكتشفين أخت الفاضلة بأن يعني في ورم في قلبها عليك والسبب النميمة السبب النميمة في إنسان راح قرقر في أذنها كما يقرق الشيطان وأوغر صدرها عليك والمسكينة صدقت قالت كلام في حقك عظيم وهذه مسكينة صدقت هذا الكلام فحقدت عليك وكرهتك وأبغضتك فأنت ستكتشفين هذا وإذا اكتشفت ستقولين لها اتق الله والله جل وعه فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كان الواجب عليك أنك ترفعين السماعة وتوقلين يا أم عمران ليش تتكلمين فيها وفي حقي مثلا وتكتشفين الحقيقة أما الآن يعني تنامين على هذا الحقد وتصبحين على هذه الكراهية وأنا بريئة بيحاسبك ربي أنت قبل هذه النمامة لأنك صدقت النمامة هذه أو النمامة إذا اقتنعت اقتنعت ما اقتنعت ما عليك من حسابها من شيء الله عز وجل ما بيحاسبك أنت لك الأجر والثواب وهي عليها الوزر العقاب خاصة أنها ليست من أرحامك يعني حتى والله تقولي لا بد أن أصلها لأن من أرحامي وشيء من هذا القبيل ما يلزمك هذا إذا فعلا ما استجابت لك أما إذا استجابت الحمد لله بارك الله الله فيك محمد من البرازيل يقول عندي صديقي لديه قصطرة وهو معاق يتسرب من القصطرة بعض الأحيان أكرمكم الله البول وتتسخ الملابس ويضطر إلى الانتظار لساعات طويلة حتى تقوم الممرضة بتنظيفه وهو عاجز فهل يصلي على هذه الحالة وكيف يصلي أخي الفاضل محمد من البرازيل شف الله صديقك وعافاه وكتب الله أجره أنا أنصح صديقك أولا بالجمع بين الصلاتين من دون قصر الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات بوضوع واحد بمعنى أن لما ينظف ويرتب وخلاص ينقطع من القصطرة خروج النجاسة يصلي والمغرب والعشاء أيضا يجمعهما بهذه الحالة الحمد لله والله لو حصل له ضرورة بحيث أنه يخاف خروج الوقت وما أحد أتى نظفه وهو معاق كما ذكرت يصلي على الحالة التي هو عليها والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتهم ولا شيء عليه غير هذا بارك الله فيك سفيان من اليمن يقول عندي جدتي كبيرة في العمر وقالت لي أسألكم في موضوع أنها بكل صلاة صارت تنسى عدد الركعات التي تصليها وتعيدها أكثر من مرة ما الحكم سفيان من اليمن بارك الله فيك و بارك الله في جدتك أخبر جدتك بأنك اتصلت بي وسألت لي وأنا أقول لك تنقل لها بأنها تبني على اليقين ما تبني على الشك في الآن مثلا إذا كان هذا الأمر خلاص في كل صلاة تصلي ولا شيء عليها ولا تلتفت لهذا الشك فإن أتت بالصلاة كاملة أما إذا كان أحيانا أحيانا يحصل لها تبني على الأقل يعني صلت العصر فلما يعني قبل السلام قالت ما أدري أنا أربع ركعات أم ثلاث ركعات تجعلها ثلاث ركعات وتقوم وتأتي بالركعة الرابعة فإن كانت الصلاة ناقصة الحمد لله وإن كانت الصلاة تامة هذه ترغيم للشيطان كما في الحديث فلكن إذا كان الوسواس عندها والنسيان دائم لا ما تلتفت تصلي وتمضي والحمد لله صلاة تكون كاملة وتامة تامة أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول أنا وزوجي طلاب علم متزوجين من 16 سنة أم زوجي إمرأة متسلطة علينا هي وبناتها حصل أني سافرت إليهم في رمضان قبل ثلاث سنوات لخدمتهم فقامت وردت الجميل بالتحريش بزوجي وبي عند زوجها قاموا اتهمونا في السحر والشعوذة والسب والقذب بين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وتشوي سمعتنا يعني بين الناس والنميمة بين من أعرفهم إلى آخر ما ذكرت هذه الأخت السائلة بارك الله فيها تسأل تقول يعني ماذا نفعل في مثل هذه الحالة مع ظلم هذه المرأة وبناتها وزوجها الشياء كثيرة ذكرتها هذه الأخت أخت أم محمد من اليمن بارك الله فيك ولا شك بأن رسالتك طويلة جدا ومليئة بالكلام المحزن والمؤسف والمؤلم ويخيل لي أنا أن هذه المرأة حسب ما ذكرت أنها لا تخاف الله يعني في ناس قد يرتكبون بعض الذنوب والمعاصي لكن سبحان الله يعني ممكن دافعها الحسد ممكن دافعها كذا ويتوقفون عند هذا الحد لكن بعض الناس يغلون والعياذ بالله في الأذية في الظلم في القذف نعوذ بالله هذه أمرأة تقول أنا طالبة علم وزوجي طالب علم ولم نذهب نزور أهل زوجي أخدمهم وكذا أتفاجأ به يعني هذه المعاملة القاسي اتهام بالسحر وهي تعلم وهي تعلم بأن السحر كفر هذه السائلة محمد طالبة علم كيف تمارس السحر وهي طالبة علم يعني هذا من أبعد من أمحل المحال كذلك تقذفها والعاذ بالله وتفتن ونميمة وغيبة سبحان الله يخيل للإنسان أن هذا هذه المرأة ما كأن يعني تعتقد بأن الله تعالى يراها وأن الله تعالى مطلع عليها نسأل الله العافية والسلام يعني قسوة ما بعدها قسوة نعوذ بالله أختي الفاضل أبارك الله فيك أولا قولي الحمد لله الذي جعلك مظلومة وما جعلك ظالمة طالب هذه نعمة وقولي أيضا الحمد لله الذي جعل مصيبتي في الدنيا لا في الدين الآن أنت فثنتك في الدنيا وليس في دينك هذه نعمة اذكري نعمة الله عز وجل والمسألة تالية يقول الحمد لله الذي يعني ما جعل الفتنة هذه أكبر يعني بحيث أن الإنسان لا يتحملها ولا يطيقها والأمر يسير جدا ما دام أن زوجك مقتنع بكذب أهله وأنهم يفترون الكذب الحمد لله ما يلزمك أن تزوريهم ولا أن تصليهم لكن لا تمنعي أولادك لأن هؤلاء رحم أما أنت لست من أرحمهم ولا من أرحمك واستأذني زوجك قولي لي يعني صلت أهلك سبب من أسباب الشر فاسمح لي أنا ما أصلهم خذ أولادك يسلمون على على جدتهم وعلى جدهم وعلى عماتهم وعلى أعمامهم أنا أسمح لي مدام وجودي يمثل الأزمة عندهم ما تذهبين وذكر هذه المرأة الظالمة بأنها ستذوق من نفس الكأس اللي أذاقت لأم محمد هذه المرأة سيسلط الله عليها من يفرق بينها وبين من تحب مدام أنها سعت والعياذ بالله في قضية التفرق والتحريش سيسلط الله عز وجل عليها لأن الله تعالى حكم عدل وجزاء سيئة سيئة مثلها ولذلك ربنا لا يظلم أحد وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولذلك هي الآن في صالة انتظار العقوب المعجلة وذكريها بهال وسيسلط الله عز وجل عليها من يحرق قلبها ما يحرق قلبها سواء مع زوجها أو مع أولادها أو يسلط الله عز وجل على أولادها أو عفوا على بناتها مع أزواجهم من جنس العقوبة من جنس العقوبة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم هذا بغي والعياذ بالله ظلم وتسبب في قطيعة رحم وشر نعوذ بالله نسأل الله العافية والسلام والله إن هذه المرأة أتمنى أن تسمع كلامي وادعوها إلى التوبة إلى الله وخبرها بأن هذه الدنيا ما تغني عن الآخرة شيء وأن الله تعالى يمهل لها لكن ما يهمل سبحانه وتعالى أن الله تعالى يغذيها بالنعم ويعطيها الفرصة بعد الفرصة والوقت بعد الوقت حتى تتوب وماذا تستفيد يوم القيامة و هي قد حملت أوزار على ظهرها غيبة و نميمة و كذب و ظلم و بهتان و بغي و قذف والعياذ بالله ماذا تستفيد هذه كلها ستذهب إن كان عندها حسنات ستذهب إليك و إن لم يكن عندها حسنات أخذ من سيئاتك و كب عليها و ستأتي مفلسة يوم القيامة و ذاك اتق الله يا أخوان و يا أخوات يعني بعض الناس للأسف والله إن الإنسان يتألم لهم مع أنهم ظلم يظلمون والله الإنسان إن يرحمهم مساكين هؤلاء الآن يعني هل يعني هذه القوافل الموتة اللي ترحل للآخرة جيراننا و أقاربنا و أصدقاننا و ناس نعرفهم و لا يعرفوننا يعني قوافل تذهب إلى الآن هل اعتقدت مثل هذه المرأة أنها ستكون من المخلدين هل هي تعتقد بأن سيعطيها الله فرصة بعدين تتوب مثلا ما تدري لعلها في الغد تكون بين يدي الله عز وجل ما تدري الأرواح كل هذه يعني الإنسان ما يدري ما تلقى ربه عز وجل فعلى على الناس أن يتقوا الله أن يخافوا الله أن يخففوا من الاندفاع حول هذه الدنيا هذا التهارش و هذا التقاطع و هذا الاحتراب و هذا التنافس غير الشريف ماذا يجري منه الإنسان ما يجري إلا الشر و إلا البلاء و إلا السيئات نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع أم هشام من اليمن تقول قبل عشرين سنة و قعت ابنتي في حفرة عميقة و ظلت في العناية المركزة يوم كامل و من خوفي عليها نذرت وقتها إذا قامت بالسلامة شفيت أزوجها بدون ما أستلم مهرها و في وقتنا الحاضر تمت خطبة البنت و والدها يعارض هذا النذر ماذا يجب علي أم هشام من اليمن أولا الحمد لله على سلامة ابنتك ثانيا اعلم يا أخوة الفاضلة أن النذر مكروه نبي عليه الصلاة و السلام نهى عن النذر و قال إنما يستخرج به من البخيل الثالث بالنسبة لك لا تملكين يعني منع ابنتك من المهر فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم المسألة الأخرى عليك كفارة يمين مادام أنك نذرت في شيء لا تملكينه تنتقلين إلى كفارة يمين إطعام عشرة مساكين تستطيعين عندك مال إذا قلت نعم أطعمي عشرة مساكين تقولين لا صومي ثلاثة أيام و زوجك مع حق لما قال بأن نذرك هذا ما يلزمنا مع حق ولذلك اخت الفاضل انتبهي ولا و اترك النذر لأن النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن النذر أم راشد من الشارقة تقول يا شيخ تسلف شخص من عندي فلوس وتوفي و قال أنا بردهن و اللي لحق بعطيه فلوسه وتوفي و ما رد الفلوس أنا مسامحتنه هل يأثم إذا ما رديت إذا ما ردهم ولا أخذ الفلوس و أتصدق عنه أم راشد من الشارقة بارك الله فيك اللي فهمت من سؤالك أنك سلفت إنسان مبلغ مالي هو قال بأنه سيرده تقول ما رده حتى مات الآن تقول إما أن أسامحه و إلا أن أخذ الدين من تركته و أتصدق به عنه أيهم أفضل الأفضل سامحين الأفضل أنك تسامحين هو عند الله عز وجل إذا كان هو ناوي الرد و كان يسعى في سداد الديون و القروض لكن ما حصل وقت و ما عنده قدرة هذا معذور أما إذا كان يماطل و يتأخر متعمد و عنده القدرة هذا جزاء عند الله عظيم لأن الدين هذا من أخطر الذنوب إذا تعمد الإنسان عدم السداد سيجازيه الله عز وجل عموما الأفضل يا أختي الفاضلة أنك تسامحين و الله يجعل هذا صدق لك بارك الله فيك الأخت أم يوسف من الإمارات تقول يعني كنت مسافر يوم وصلت إلى البلدة فاتتني صلاة الظهر والعصر و دخل وقت صلاة العشاء و أخرت صلاة الظهر والعصر إلى ثاني يوم و جمعتهم مع صلاة الظهر والعصر و أنا في السفر أيضا فاتتني بعد صلاة الظهر والعصر إلى آخر ما ذكرت أختي أم يوسف بارك الله فيك لاحظت من سؤالك عندك تساهل في الصلوات و إن شاء الله ما تقولي من المتساهلات لكن يظهر بأن عندك فهم خاطئ مغلوط في كيفية الصلوات أختي الفاضلة في السفر عندنا القصر و الجمع القصر الرباعي الظهر والعصر و العشاء الجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر و العصر جمع تقديم أو تأخير و المغرب و العشاء جمع تقديم أو تأخير كيف تفوتك الصلوات الإنسان في السفر يصلي على الحال اللي يستطيع إذا ما استطع ينزل يصلي على الراحلة على وسيلة النقل طيارة و لا سيارة و لا باخرة ما يفوت الإنسان المسافر مفترض ما يدخل وقت المغرب هو ما صلى الظهر و العصر فيظهر عندك يعني ما أدري انتبهي لصلاتك أختي الفاضل أبارك الله فيك لا يدخل عليك الوقت الممنوع و أنت ما صليت الظهر و العصر و بعدين أن الأصل إذا وصلت و أنت ما صليت الظهر و العصر تصلينا مباشرة ما تأخرين إلى اليوم الثاني مثل ما فهمتي تقول أخرة إلى اليوم الثاني لا تصلينا في الوقت يعني في وقت التذكر و وقت النزول فلذلك اخت الفاضلة مستقبلا تنتبهين عندك صلاة الظهر و العصر فيها جمع و قصر يعني جمع تقديم مع قصر الرباعية الظهر ركعتين و العصر ركعتين و ممكن تأخرينها يعني جمع تأخير إلى قبل المغرب مثلا و عندك المغرب و العشاء فيها جمع و قصر للرباعية دون الثلاثية و سواء في وقت الأولى أو في وقت الثاني بارك الله فيك أخواني و أخواتي الأسئلة كثيرة و وقت البرنامج انتهى لكن إن شاء الله في الحلقات الحلقات القادمة نكمل الإجابة على أسئلتكم مع تذكيري لكم بشروط يعني قبول الأسئلة بالنسبة لبرنامج ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد سؤال واحد يكون مختصر و الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم و رحمة الله